صباح الخير عايز اتكلم معاكو عن الانتقام الانتقام اللي بقى ظاهرة واضحة جدا في اي علاقات زوجية بتنتهي بالطلاق بيتحول الترفيل بعد الطلاق لاتنين بيتخنقوا واتنين داخلين في ساحة حرب ليه؟ في يوم من الايام الناس دي كانت عايشة مع بعض بموادة ورحمة وربنا سبحانه وتعالى ادى الناس الرخصة ان هم يتطلقوا ويسيبوا بعض طب ليه تتحول الحياة بعد الطلاق لحالة انتقام بيدفع تمنها كل الاطراف الزوجين اللي اطلقوا الاهالي من الطرفين الاولاد فين الضمير؟ فين الود اللي كان موجود؟ فين الرحمة؟ فين ان احنا نحافظ على الحياة اللي جاية علشان مصلحة ولادنا؟ ليه بقينا كده؟ ليه؟ كل واحد يراجع نفسه لان الدنيا مش مستهلة الدنيا بتخلص في ثانية اقل من ثانية الحياة بتنتهي ربنا يهدي نفسنا كلنا وما يبقاش جوانا حالات الانتقام والغل والصراعات علشان نعيش في سلام ونعيش في هدوء ونحافظ على اللي جاي لمصلحة كل الاطراف ترجمة نانسي قنقر